السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي مادة الفيزياء برنامج مدرسة على الهوى أعزائي الطلاب النهاردة هنكمل موضوعنا الخاص بال-AC circuits طب أعزائي الطلاب يا ترى هنتكلم عن إيه إحنا المرة اللي فاتت تتكلمنا عن وجود ريزيستور متوصل بال-AC source ويا ترى إيه تأثيره على ال-AC source ويا ترى إيه علاقة ال-Voltage ب-Current Intensity وهنبتدي نتكلم النهاردة بقى بشكل أصعب شوية لو أنا افترضت إن أنا موصل عندي كويل وبعد كده كاباستور ب-AC source يا ترى إيه اللي هيحصل أعزائي الطلاب تعالوا نتكلم مع بعض النهاردة هنتكلم بقى على ال-L circuit وال-C circuit طب هنتكلم عنها يعني إيه أول حاجة L circuit تعالوا نتكلم مع بعض النهاردة أول موضوع عندنا ال-L circuit يعني إيه كلمة L circuit أعزائي الطلاب L circuit تعني إن أنا وصلت كويل الكويل ده بنقول عليه وال-Zero Resistance and self induction عشان كده رمزنا له ب-L عشان هو عنده self induction coefficient قادي ال-L وده طبعا ال-AC source عايزين L أنا تخيل إيه اللي ممكن يحصل في الكويل هنا لو أنا جبت كويل وال-Zero Omic Resistance connected to AC source يا ترى إيه أول حاجة ممكن تيجي في دماغنا أول حاجة إحنا عارفين إن ال-AC source بيطلع variable current intensity فبما إنه هيطلع variable current intensity هنقدر نقول إن فيه magnetic field هيتولد جوه الكويل تورنس وال-Magnetic field ده هل هو uniform ولا variable لا المagnetic flux كمان هتبقى variable فنقدر نقول إن الكويل هيتأثر ب-Non Uniform Magnetic Field يعني كويل تورنس لفات الكويل هتتأثر ب-Magnetic Field ونوعه Non Uniform فبالتالي أعزائي الطلاب طالما إحنا بنتكلم إن فيه Non Uniform Magnetic Field أصل على الكويل لازم هيحصل له self induction وفي أول لحظة هتتولد عندي لما الفولتج بتاع ال-AC source يزيد هتتولد عندي EMF backward in the coil طب عرفنا كده إن هيبقى فيه مصدرين من الكهرباء فيه EMF induced in the coil وفيه فولتج ناتج من ال-AC source ذات نفسه فهنقدر نقول إن الكورنت اللي هيمشي في السيركيت بيساوي الفولتج result from the AC source minus الفولتج induced أو EMF induced R اللي هيا نقدر نقول عليها ال-VL وإحنا أكيد فاكرين قانون self induction لو عايز أحسب الفولتج due to the self induction equal L coefficient على الدلتة I على الدلتة T بيبقى أنا كده حسبة ال-VL عندي اللي هي L دلتة I على فبقول دلوقتي إن الكورنت اللي بيتولد هنا بيساوي VAC minus V induced على ال-R ناخد بالنا من حاجة إن فيه inversely relation ما بين ال-induced electro-motive force in the coil أو backward induced EMF والكرنت اللي مشي في الدائرة يعني لو الكورنت بتاع الدائرة جاي كده هتبص تلاقي إنها هتتولدت لي I induced جاية في عكس الاتجاه فبالتالي ده هيضعف كورنت الدائرة أكتر فبالتالي نقدر نقول إن وجود الكويل متوصل ب-AC source ده بيعمل نعمل opposition بالكرنت يعني بيرخم على الكورنت إزاي بيرخم على الكورنت عشان هو بيولد V induced due to self induction والV induced دي طبيعي إن هي تبقى عكس according to lane's rule oppose the change that produce it يعني تبقى عكس الحاجة اللي بتسببها فنقدر نقول إن I the current which pass in the circuit is opposed due to the self induction of the coil الopposition ده أعزاء الطلاب بنقدر نقول عليه إيه؟ نقدر نقول عليه capacitive reactance inductive reactance يبقى الopposition ده اسمه the inductive reactance ورمزه إيه أعزاء الطلاب؟ رمزه X L زي ما احنا بنقول كده طيب ال inductive reactance ده قانونه إيه؟ omega L angular velocity time is the self induction coefficient أو ممكن أفكها أقول to buy F L وطبعا باعتباره resistance أو reactance زي ما بنقوله هو opposition أقدر أقول إن أنا أقدر أجيبه من قانون V L divided L I V L divided L I تمام جدا فنقدر نقول إن أنا أقدر أحسب ال inductive reactance من القانون اللي موجود عندي دوا بالشكل اللي احنا شايفينه تمام أعزاء الطلاب طب هنتكلم في حاجتين مهمين جدا أول حاجة يا طرى إيه علاقة ال current بال voltage مين بيبقى سابق مين في حالة ال L circuit لإن عرفنا إن ال voltage ما بين طرفين ال coil due to the self induction دايماً بيبقى opposed لل current يا طرى مين فيهم بيوصل لماكسما من الأول ومين اللي بيتأخر عن التاني طب تمام أعزاء الطلاب طب تعالوا نرسم الجراف مع بعض ونبص كده لو افترضنا إن ده الجراف أعزاء الطلاب الجراف ده عايزينه يجمع ما بين حاجتين ما بين مين ال rate of time وال current intensity وال potential difference لو أنا عايزي يجمع ما بين الثلاث حاجات دول طب تعالوا نفتكر القوانين أنت بتقولي يا مستر إن ال V L due to self induction equal L delta I over delta T ممتاز يعني لو أنا جبت السلوب بتاعة delta I وال delta T السلوب هنا هيبقى ال V هيبقى potential difference ممتاز جداً طب نفترض ال current في الأول بيبقى بادي بزيرو ويبتدي يوصل للمكسمن وبعد كده يرجع للزيرو بعد كده ينزل للمكسمن في ال opposite direction وبعد كده يرجع للزيرو تاني زي ما احنا شايفين ونقدر نقول إن ال V L هي سلوب للدلتا I على الدلتا T طب ليه ال current بادي بزيرو في الأول بادي بزيرو في الأول لإن قلنا هتتولد EMF backward due to self induction تلغي الفولتج بتاع الجهاز أنا هحدد نقط معينة طب إيه النقط اللي أنت بتحددها دي يا مستر النقط اللي أنا بحددها دي يا مستر هنقدر نقول النقط دي هي الماكسمن current والزيرو current شايفين حددتها زي النقط اللي أنا حددتها دي بتمثلي النقط اللي عندها كان الماكسمن بماكسمن أو بزيرو زي ما احنا شايفين كده هي دي النقط اللي أنا حددتها وعرفنا إن الVoltage هو اللي سلوب بتاع الدلتا I على الدلتا T ممتاز جدا لغاية دلوقتي ما فيش أي مشاكل عايزين نرسم بقى الفولتج لازم نعرف إن في حالة ال L circuit أقدر أقول إن الفولتج leads الكارنت باي 90 ديجري الفولتج دايما بيسبق الكارنت باي 90 ديجري أو ممكن أكتبها بشكل تاني الكارنت legs V باي أنجل 90 يبقى لإما V leads current باي أنجل 90 أو I lags V يعني تتأخر عن V باي أنجل 90 يبقى leadز يعني تسبق ولاجز يعني تتأخر فبنقول الفولتج هو اللي سبق الكارنت بزاوية 90 أما هنا الكارنت لاجز الفولتج بزاوية 90 ممتاز جدا طب نحسبها إزاي لما الكارنت كان بزيره عند النقطة دي احنا بنقول الفولتج يسابق بتسعين هنا الكارنت بزيره يبقى أكيد الفولتج كان بتسعين طب لما الكارنت كان بتسعين الفولتج بيسبقه بزاوية 90 يعني مفروض يوصل لـ 180 وهكذا يبقى الفولتج يتحرك من تسعين لغاية 180 طب لما الكارنت كان 180 يبقى الفولتج ينتين وسبعين طب لما الكارنت كان 270 يبقى الفولتج يوصل لـ 360 طب لما الكارنت وصل عندنا هنا أعزائي الطلاب عن زاوية 360 أو 0 يبقى تنوصل لـ 90 تاني وهكذا يبقى أنا أقدر أقول من الرسمة دي أن الفولتج هو اللي سابق الكارنت وطبعا أكيد كلنا مش نسيين الرسمة بتاعت السعين كيرف أن الزاوية دي بنقول عليها 0 الزاوية دي بنقول عليها 90 الزاوية دي معلش بنقول عليها 90 الزاوية دي بنقول عليها 180 الزاوية دي بنقول عليها 270 والزاوية دي بنقول عليها 360 أعزائي الطلاب دي الزوايا بتاعت الصين كيرف اللي بنتكلم عنها هتفيدنا في ايه هتفيدنا في المثال اللي جاي لما اجي ارسم العلاقة ما بين ال V وال I انا رسمتها لكم بالشكل ده لما اتكرنت كان بادي بزيرو وما ننساش ان ال V هو اللي سلوب بتاع ال I وان ال V بيزبق ال I طب تعالوا نرسم رسمة جميلة جدا ونحاول نفكر فيها تعالوا كده نشغل دماغنا في الرسمة دي ها تعالوا نفكر فيها كده مع بعض بالشكل ده لو انا جيت قلتلك عزيزي الطالب ان انا هرسملك جراف ما بين ال I وال T والجراف ده كان عامل كده دي في L سيركت عايزك ترسملي الجراف ما بين الفولتيج وال T اول حاجة هتعملها هتحدد النقط اللي اقلتك عليها اللي ايه نقط الماكسيمم ونقط الايه المينيمم زي ما احنا بنعمل دلوقتي كده ممتاز جدا قبل محدد انت قلتلي يا مستر فكرني كده قلتلي ان الفولتيج هو اللي بيسبق ال current by 90 الفولتيج leads current by 90 ونخليها عالجنب كده عشان نفتكر طب تعالوا نوزع الأنجلز بتاقل I حسب السين كيرف الأنجل دي بكام كتير هيقول لي زيرا هقول له لا الأنجل دي ب180 طب الأنجل دي كام 270 طب الأنجل دي كام 360 او 0 طب الأنجل دي كام 90 يبقى دي الزاوية اللي بيصنحها current والأنجل دي كام 180 فاحنا بنقول ان الفولتيج دي الأنجلز بتاعت current زي ما احنا حددناها كده بنقول الفولتيج هو اللي سابق current بزاوية 90 فلو current ب180 يبقى الفولتيج ب270 هنا منتاز طب لو الكارنت ب270 يبقى الفولتيج ب360 طب لو الكارنت بزيرو أجمع عليه ب90 يبقى الفولتيج ب90 كلام جميل طب لو بنتكلم ان الكارنت ب90 يبقى أجمع عليه ب90 كمان يبقى الفولتيج ب270 طيب لو الكارنت كان 180 يبقى الفولتيج يرجع ب270 يبقى دي رسمة الفولتيج لازم أعرف ان الفولتيج دايما بيزبق الكارنت بزاوية 90 وقددنا زي نحدى الجراف ما بين الكارنت والفولتيج طب الحكاية بسيطة جدا انت لو حافز السين كيرف وعرفت ان الانجلز بتاعت الكارنت أجمع عليها 90 جبت الفولتيج كيرف وعملها بالعكس لو قددني رسمة الفولتيج وعايز رسمة الكارنت أطرح 90 من الفولتيج لان الكارنت متأخر بتسعين لغاية دلوقتي ما فيش مشاكل تعالوا بقى نتكلم عن حاجة مهمة جدا احنا قلنا اي كويل متوصل بAC سيركيت بيرخم عليها طب بيرخم عليها ازاي عن طريق حاجة اسمها سيلف اندوكشن ان هو ليه سيلف اندوكشن وسيلف اندوكشن ده بيكون قادر يرخم على الكهرباء ان كل ما الAC يعلى يولده ام اف باكورد يضعفه فبالتالي وجود كويل في AC سيركيت قلنا بيرخم على الكهرباء وخلي بيلا خنا بقولك بيرخم بيدايق الكهرباء ما بقولش بيقاوم طب ما بقولش بيقاوم ليه عزيز الطالب لازم نعرف ان الابوزيشن ده او المعاوقة دي بنقول عليها ماينفعش اقول عليها ريزيستنس ليه يا مستر لان الفكرة ده ان الرياكتنس مزي الاميك ريزيستنس المقاومة اللي احنا اخدناها في شابتر 1 عبارة عن كوليجن ما بين الفري موليكولز والفري إلكترونز والموليكولز بتاعت الواير ذات نفسه فده بيضيع الالكتريك انرجي على شكل سيرمل انرجي بتانتج من الفريكشن فورس دي اما في حالة الكويل هنا ما بيعملش كونسيوم للالكتريك انرجي ما بيضيعش ولا بيستهلك الالكتريك انرجي خالص ومال بيعمل ايه بياخد الالكتريك انرجي يحولها المجنيتك فيلد ويعمل سيلف اندكشن ويطلع الالكتريك كارينت تاني فبالتالي هيدازنت كونسيوم الزاالكتريك انرجي او هيد ايه يوسي اليكتريك انرجي او ستور الزاالكتريك انرجي ان فورم اوف مجنيتك فيلد بيحول الالكتريك انرجي المجنيتك فيلد تعمله اندكشن فيرجع Taylor اللي اخدها تاني ده بافتراد ان احنا قلناIGH هذا الزيرو اوميك ريزيستنس عشان كده ما ينفعش اقول على دي inductive reactance اه ما اقول عليها resistance اقول عليها inductive reactance يبقى تعالى نكتب مع بعض اول حاجة نعرفها عن inductive reactance inductive reactance رمزها XL عرفنا عنها 3 حاجات دلوقتي ايه اللي احنا عرفنا عنها بوس يا سيدي عرفنا 3 حاجات عزيز الطالب اول حاجة ان هي doesn't doesn't electric energy ما بتعملش اي استهلاك للالكتريك انرجي خالص طب تاني حاجة عرفتها عنها عرفت القانون بتاعها ان ال XL بتساوي angular velocity times L بتساوي 2π في frequency times L بتساوي L VL over I لا زيها زي I opposition بتبقى voltage على current اخر حاجة نعرفها اليونت بتاعتها طبعا هي ال اوم مش محتاجين نتكلم هي ال اوم زيها زي I resistance طب ليه doesn't consume electric energy عشان قولنا it store the electric energy in form of magnetic field ان هي بتاخد electric energy تخزنها على شكل ايه of magnetic field بتبتدي تخزن electric energy على شكل ايه magnetic field وده القانون بتاعها من القانون ده اعزاء الطلاب اقدر اجيب الفاكتورز اللي بتأثر عليها طب ايه الفاكتورز اللي بتأثر عليها نكتب القانون وانت اللي هتقول لي عزيزي الطالب احنا قلنا القانون زي ما احنا شايفين ال xl بتساوي ايه اخر قانون قلنا اوميجا L او 2 باي fl يبقى ده القانون اللي انا بحسن منه ال inductive reactance 2 باي fa l عزيز الطالب طب ممتاز يبقى ايه الفاكتور اللي بتأثر علي xl هم اتنين فاكتورز ايه هم عزيز الطالب اول حاجة بتأثر علي xl هي l self-inductance او self-induction coefficient تاني حاجة بتأثر عليها frequency of the current frequency ممتاز جدا طب برضو ايه علاقة self-inductance بال xl هنقدر نقول ان ال relation هنا هي direct relation يعني ايه direct relation يعني كل ما يزيد self-inductance coefficient بيزيد ال xl كل ما بيزيد ال l بيزيد معا ال xl طب قول لي ليه عزيز الطالب هقولك بشكل بسيط هو ايه سبب ال inductive reactance ايه اللي بيخلي الكويل يرخم عقرنت او يعوقه self-induction فبالتالي قانون self-induction ال vl equal l delta i على delta t اذا عزيز الطالب لو انا زودت ال l هتزيد ال induced backward emf فبالتالي هيزيد ال xl هيزيد الرخامة اللي بيعملها الكويل على الكهربا يبقى هقوله there is a direct relation between the self-inductance and the xl او the inductive reactance طب واحد يقول لي ليه هقوله بشكل بسيط يا مستر عشان in pi increasing the self-inductance according to faraday's rule او according to the self-induction rule the value of the induced backward emf will also increase فبالتالي طالما هيولد backward emf عالية هيبنع ال current ان هو يمشي في الدايرة دي طب واحد يقول لي انت بتقول لي self-inductance بس يا مستر هقولك لا ما ننساش قانون self-inductance اللي خدناه في الجزء الاولاني من chapter 3 permeability a n square over self over length of the solenoid يبقى كل factors دول بيأثروا على inductive reactance يعني لو انا زودت permeability او زودت الarea او زودت number of turns او قللت length of solenoid كل دي يزود لي ال l يبقى انا اقدر اقول ان كل الفاكتورز دول ممكن يكونوا بيأثروا على ال xl ذات نفسها طب بالنسبة لل frequency هقولك برضو direct relation ليه بقى طب احنا عارفنا ال l ليه هقولك لنفس السبب ال vl بتسوي l delta i over delta t اللي هو rate of change of the count هقولك لو frequency زادت rate of change of the count will also increase فبالتالي ال vl backward هتزيد يبقى هنا بقى مش حكاية ال l بس لا هنا انا زودت rate of change of the count او قللته فده اثر على backward emf يبقى ابرد لو قال لي ليه frequency direct relation مع inductive reactance اقوله عشان by increasing the frequency the rate of change of the count will also increase so the induced backward emf in the coil will also increase يبقى انا اقدر اقول ان فيه اثنين factors بيقصرها على xl هي frequency والl ونوع ال relation direct relation وقلنا ان ال self inductance او ال ال فيه factors كتير متغير عشان مجيش دماغي تثبت عند حتة self induction والfrequency بس لا انا ممكن اغير permeability ممكن اغير area ممكن اغير number of turn ممكن اغير lens of turn كل دول هيغير لي ال ال فبالتالي اقدر اقول ان xl is affected by many factors طب حاجة جميلة جدا مستر مجدي كما عودنا طبعا السلوبس هنا سهلة ومباشرة وهنحتاج القوانين دي او السلوبس دي معي هنا ما بين frequency وال xl وهنا ما بين xl وال self inductance طبعا اقدر اقول هنا طبعا ايه ان هي direct relation ما بين xl وال frequency والقانون هو to buy f l 2 by f دي اللي هي بنقول عليها omega l طب لو انا عايز احسب اللي slope بتا كيف اللي فوق ده هيبقى اللي change in xl على اللي change in l اللي هو يفضل من 2 by f يبقى عندي ده بالنسبة لي هو ده اللي slope بتا كيف يبقى ده اللي بتا كيف اللي فوق طب ايه علاقة xl بالl برضو direct relation طب لو انا عايز احسب slope هقول لك مش 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 كلا هتبقى xl divided l او change in the inductive reactance اللي change in the inductive reactance divided by the change in the self induction coefficient اللي هي يديني مين 2 by f 2 by f دي اللي هي مين يا مستر هي angular velocity يبقى سواء slope هنا لام 2 by f زي ما انا كتبها كده لام هتقول angular velocity وكده انا حسبت ال xl طب عزيز الطالب حتة مهمة جدا احنا هنا تكلمنا لو انا عندي كويل واحد طب لو انا عندي كذا كويل كل كويل منهم ليه self induction لوحد يا طرح هتعامل ازاي هتعامل معاهم كأنهم resistors لو هم متوصلين parallel هستخدم كوانين parallel 1 over xl total equal 1 over xl 1 plus 1 over xl طب لو هم متوصلين serious لا دي حالة تانية لو متوصلين serious ساعتها غصب عني هعمل ايه هجمع ال xl كلها طب تعالوا نجرب كده تعالوا ناخد مثال كده ومثال كده يعني افترض ان انا عندي اتنين كويل كده متوصلين بالشكل ده ب ac source هنا ساوي l1 plus l2 plus l3 يعني 0.6 plus 0.8 plus 0.1 هنا دي هيديني كده هه هيبقى 0.6 plus 0.8 0. كم 14 0.15 هنا ده ده الكلام ده في l بس لا وال x l total am star لو انا معي x l بتاع كل واحدة وانا اقدر احسيبها طبعا لو معي frequency هتساوي x l1 plus x l2 plus x l3 يبقى انا في حالة series بطبق كوانين series العادية طب لو كانوا متوصلين parallel زي الشكل اللي موجود قصادنا ده متوصلين parallel بال ac source نفترض ده l1 وده l2 وده l3 هقولك بشكل بسيط انت عايز تحسب l total ما فيش مشاكل تعاين نحسب l total هنا متوصلين parallel فهحلها بقوانين parallel 1 على l total 1 على l 1 plus 1 على l 2 plus 1 على طب لو كانوا مقاومتين بس اتنين كويتز بس اشتغل بنص القانون اللي بستخدم l 1 في l 2 على l 1 plus l 2 طيب لو كانوا 3 مقاومات لو كانوا اكتر بس كلهم قد بعض اقدر اقول l total بتساوي l times l anyone of them مضروب في عدد l اي واحدة منهم ونفس القوانين دي نفع استخدمها مع l xl تعالوا ناخد مثال بسيط جدا يلا جاهزين كده اعزاء الطلاب ممتاز جدا يلا تعالوا نحلها كده مع بعض ونشوف هنعمل ايه هناخد مثال بسيط ونحاول من المثال البسيط ده نوصل للنتيجة بتاعتنا تعال لو انا جيت بقول لك ان انا عندي electric circuit بتتوصل بمجموعة كويلز زي ما انت شايف كده تمام اهو وانا موصلهم ب ac source لو انا جيت قلتلك ان xl بتاعت الاول بتساوي 10 اوم xl of coil 2 بتساوي 6 اوم xl of coil 3 بتساوي 3 اوم ممتاز جدا وقلتلك ان ال effective value بتاعة ac current اللي انت موصله هتبقى كام عزيز الطالب هتبقى 24 4 volt قلتلك عايز total inductive reactants والcurrent intensity which pass in the circuit هل تقدر تحسب هلي هقول لك جميل ما فيش اي مشاكل احنا قلنا بنشتغلها كأنهم resistor عادي يعني ايه اول حاجة هنحسب xl بتاعت 2 3 هتساوي ايه 6 times 3 over 6 plus 3 يعني بنشتغلهم parallel مع بعض فبنحلهم كأنهم ايه parallel فبنقول هيديني كام 2 ohm طيب لو انا عايز اخلص بقى الاكويفلنت بتاع كل دول مع بعض هقول xl الخاصة ب1 و 2 3 اللي هي total هتساوي 2 دي plus 10 لان انا خلصت البوكس ده كله وحسب انه هيطلع بتين قوم هيبقى serious مع 10 دي عزيز الطالب هيقول لي ايه ده دي زي المقاومات بالزبط هقول طبعا ما فيش اي اختلاف طب لو انا بقى عايز احسب الكرانت هقول لك بسيطة الفولتيج بتاع الAC source divided XL اللي انت لسا حاسب هالي 24 على 12 يبقى 2 امبير طب any current ده ايه 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 current طبعا احنا هنا في المسائل دي بنشتغل بالeffective voltage والeffective current عشان لو طلب منك الماكسيم current في سابته ده effective current يبقى انت في كل دوائر الAC circuit اللي بتشتغل به هو effective voltage of the AC source والcurrent اللي انت بتشتغل به هو effective current طب افرد هو طلب ال اي ماكسيم خلاص عبتدى اطبقها بالقوانين دي هقول اي اي افكتف بتساوي اي ماكس في ساين 45 خلاص يعني 2 اكوال اي ماكس وعملهم بالdivide انا حسبت اي ماكس طب هسألك سؤال ذاكي جدا عزيز الطالب طب لو انا في السيركت دي عملت replace لل AC source شلت AC source دورة ميته ووصلت DC source وصلت battery direct count source هل تقدر تحسب للXL total هيا فكر فيها هتقول لي XL total equal zero امتى في حالة انك شغال direct current ليه يا مستر لان XL دي بتعتمد على self induction of each coil فطالما انا موصل التلاتة كويل دول بمصدر كهرباء ثابت يبقى اكيد مش هيحصل فيهم اصلا self induction ومش هيعمله opposition لالcurrent لان ما فيش self induction يبقى الكل لو انا وصلت اخد بالك من حتة دي عشان ممكن افضل احلها وفي الاخر هو بيدحك علي الكل لو عندك انت موصل ب direct current source ما بيعمل اصلا لالcurrent ليه لان ما بيحصل اصلا ما فيش self induction بتحصل الكل متوصل ب direct current source طب تعالى بقى نمهد احنا كده خلصنا الكل circuit وقلنا بنتعامل مع الكل كأنهم resistor لو serious بحسبهم resistor ولو parallel بحسبهم قوانين parallel سواء انت بتتعامل مع ال اللي هي coefficient of self induction او بتتعامل مع ال xl اللي هي inductive reactant سواء كده او كده بتتعامل مع serious serious parallel parallel طب نتكلم في حتة تانية خالص ايه هي تعالى نتكلم في c circuit او capacitor نمهد لكلمة c circuit ونعرف يعني ايه capacitor ده capacitor ده عزي الطلاب لو انا عايز عامله definition هو art as it is made of two plates isolated from each other where charges are accumulate on the two plates reducing electric field يبقى capacitor ده باختصار بسيط جدا هو عبار عن two plates the two plates اللي موجودين عندي دول بيبقوا isolated يعني isolated معزولين مش ملامسين بعض وبيتوصلوا باي مصدر تعال نبتدي الاول لو افترضنا capacitor يتوصل ب direct current source وليكن باتري ايه اللي هيحصل اعزاء الطلاب اللي هيحصل ان electric charges هتبتدي تروح هنا فهتبتدي electric charges يحصل لها accumulation على البليت ده بالشكل ده فيجمع عند البليت ده electric charges نوح negative البليت ده neutral اللي هو positive ولا negative فالnegative charge اللي هنا بتعمل repulsion مع negative charge اللي موجود على البليت 2 فيبتدي negative charge يهرب ويروح ناحية البوستيف ده فلما يهرب هيسيب هنا من البوستيف charges بس فيبقى انا حصل accumulation لل charges عند 2 plates هنا حصل accumulation لل negative charges وهنا حصل accumulation لل positive charges العملية دي بنسميها charging of capacitor ان انا كده بعمل عملية شحن للك capacitor فلما باجي عمل عملية شحن هيبتدي ينشأ potential difference ما بين 2 plates اللي هو voltage between the plates of the capacitor فهيبتدي ينشأ electric field ما بين 2 plates فبالتالي الكباستور ده هيقعد يتشاحن يتشاحن من البطارية طب هسألك سؤال هو هل الكباستور ده هيفضل يتشاحن مدى الحياة لا لغاية ما الفولتج بتاع السورس اللي هو بتاع البطاري يساوي الفولتج بتاع الكباستور ساعتها الكباستور هيوقف شحن لانه خلاص بقى تكوت وقد البطارية البطارية هتديله extra charges ليه ما هو مش هون اصلا اذا الaccumulation of charges ده هنقدر نقول انه بيبقى مؤقت لغاية ما يتم شحنه بمجرد ما هو يتشاحن نقدر نقول الى اكانت اللي في الدايرة بيقف وان الاتنين كانهم بيبقوا opposite batteries البطاري الاصلية والكباستور هنا بيشتغل كأنه opposite battery يرخم على البطاري اللي شحنته فنقدر نقول ايه اللي يحصل لو انا جبت DC source وصلته بكباستور هنقول بيمر عندي instantaneous current بيمشي current لحظة الcurrent اللي مشي دلوقتي بعد كده tend to zero في الاخر at end يبقى زي ما احنا شايفين ادي الكباستور ها اول ما وصله بDC source قلنا negative charge بتروح تتجمع عن the plate one فبالتالي negative charge دي تعمل repulsion مع ال negative اللي هنا يفضل ببوستف بس فال plate 2 يتشحن ببوستف charge فقلنا بيحصل potential difference ما بين two plates لغاية مال voltage بتاع ال capacitor والvoltage بتاع الباتري يبقى قض بعض فالكهرباء في الدايرة في الاخر بتبقى zero طب هسألكم سؤال مهم جدا احنا قلنا في L سركة الvoltage بيسبق current يطرف الcapastor مين اللي بيسبق مين اكيد current هو اللي بيسبق الvoltage by 90 طب واحد يقول لي لان في اول لحظة بشغل فيها الدايرة الvoltage بتاع الcapastor بتبقى والcurrent بيبقى maximum لان الvoltage ما بيبقاش مشحوم فبتالي الcapastor ما بيبقاش مشحوم فالvoltage بتاعه بكام بزيرو وبعد كده current يبقى ايه maximum في physical quantity related to the capacitor اسمها the capacitance of the capacitor طب تعالوا نتكلم عنها ايه الcapastance of the capacitor هنقولنا الcapastor بيتشحن بالشكل ده على الفكر ده السيمبل بتاعه عامل زي الباتري بس two pools بتاعته قد بعض يعني بص الباتري عندها one of the pools بتبقى greater than other عشان حدد البوست تبقى الnegative هنا الcapastor لا بتبقى two plates بتبقى ليهم نفس اللينز زي ما نشايف ده نفس طول ده وقلنا هنا بيحصل accumulation للnegative charge وهنا بيحصل accumulation لل post charge ويبتدي يحصل electric field ما بين post capacitance capacitance Q LV ايه تعريف capacitance عزيز الطالب capacitance ورمزها C لو انا عايز اعرفها اقول هي عبارة عن ايه من القانون هي Q LV it is ايه Q ده it is ratio between ما بين ايه وما بين ايه ما بين quantity of charge quantity of charges اللي موجودة فين accumulated اللي بتجمع on one of the capacitor plates هو القوانتة اللي موجودة على one of the capacitor plates سواء negative او post كده كده بيبقوا اضبع to the potential difference between its plates divided potential difference ما بين plates of the coil between its plates يبقى هو دي اسمه ال capacitance هي ان انا اقسم ال q اللي charge is accumulated on one of its plates divided by the voltage generated between the two plates of the capacitor هي دي اسمه capacitance طب ايه الميجورنج unit الكيوب بتتقاس بال column وال c بتتقاس بال او v بتتقاس بال volt يبقى ايه الميجورنج unit عزيز الطالب الميجورنج unit بشكل عام هنا هقدر اقول column per volt بس لا ده اختصار لونت تانية اسمها فراد الفراد يبقى الcapacitance is measured by two measuring units which is the for and column per volt سهل جدا ولا في ايه مشاكل بسيطة طب لو انا جيت قلتلك عرف للفراد احنا تعلمنا ازاي نعرف اي unit هقول الفراد is the capacitance of the capacitor when the charges accumulated on its plates is one column and the potential difference between its plates is one volt يبقى انا لو عايز تعرف اي measuring unit بقرأ بقى القانون او بقرأ بقى القانون وبحط one يعني هقول الفراد is the capacitance of a capacitor when it charges accumulated of one column on its plates and and potential difference between the two plates is one volt طب عزيز الطالب انت دلوقتي شفت فكرة capacitor هو عبار عن two plates اول ما وصلهم بباتري واحدة من plates تتشحن negative والتانية تتشحن positive فيبقى فيه electric field وبتنش ما بينهم لغاية ما يقوى خالص وبعد كده يلغي current خالص تمام طب يا طرق ايه فايدة capacitor ده يعني احنا استخدام هتقول يعني هو بيقعد يشحن يشحن بغاية ما يبقى في قوة الباتري وبعد كده يغلب ها ويلغي الكهرباء في الدائرة طب ايه فايدته لا ليه فايد كتير طبعا زي ما احنا عارفين الجهاز اللي هو بتاع الهارت الهارت electric shock جهاز صدمات الدربات القلب اللي بيستخدم ه في الطب بيشحن التوب بليتس وبعد كده يضربه صدمة كهربية عالية جدا النور اللي عندنا بتاع السلم اللي هو مجرد ما بتدوس عليه بيبتدي ينول لفترة الليلة جدا بيكون من كاباستور بيفضل يشحن ومجرد ما دوس هيبتدي يفرق شحناته لغاية ما شحناته تخلص ويرجع يطفي تاني وهكذا والفلاش بتاع الموبايل وليه استخدامات كتير وبيخزن الشحنات ويطلع حواء ما أنا عايز مرة واحدة عزاء الطلاب بإذن الله المحاضرة الجاية هنكمل موضوعنا عن سي سيركيت هنبتدي نفسر قوانينها ونعلمك برضو عليها أكتر وهنتكلم عنها بشكل تفاصيل أكتر وأصعب أكتر بإذن الله أتمنى النعرض أكون أفدتكم وأقول لكم معدنا في المحاضرات اللي جاية بمعلومات أكتر وأهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته